تعال نروح لأخبارنا مصدر مقرب لرقم 10 قال لنا التفاصيل التالية فيما يخص مارسل كولر مارسل كولر عنده وكيل اسمه دينو لامبرتي ده وكيل كولر الراجل قرر انه يعرض مارسل كولر على نادي الوحدة الاماراتي عشان يبقى مدرب للوحدة الاماراتي بعد مدرب الاهل السابق بيتسو موسمان وكيل مارسل كولر شغال كمان انه بيسوق كولر في الدور السعودي عشان فيه عدد من الاندية في الدور السعودي ياما اطاح بمدربين ياما بتفكر تطيح بمدربين فهو حاطت اسمه مارسل كولر في الحزبان طيب ده او انا بقولك المعلومة دي ليه مارسل كولر مستقر في النادي الاهلي 100% مارسل كولر ما عندهوش مشاكل يعني كبيرة عنده مشاكل ممكن تفاصيل ممكن تبقى عند ايه فريه في العالم يعني بس مش المشاكل اللي تخليه عايز يمشي من النادي الاهلي حقق نجحات كبيرة مع النادي الاهلي لسه عنده فرصة حقق نجحات اكبر بقى النادي الاهلي بس ده ما يمنعش انه عنده وكيل الوكيل ده بيشتغل طول الوقت للمدرب ليه؟ يقولك والله النادي بتاعه حبي يمشي في اي وقت يبقى عنده نادي تاني اخر جاهز والله النادي الاخر الجاهز دوت ممكن يدينه مقابل مالي اكبر من اللي بياخده في نتيفة عرضه على المدرب لعله وعسن تمام؟ بس اددك الخبر دون ان اؤكد لك ان الراجل ماشي عشان ما تخدش من الخبر وتقول ايه؟ الحق كريم بيقول ان مارس الكولر ماشي لا ده بيحصل في كل المدربين في العالم انه الوكيل بيبدل اشتغلك طول الوقت انت بقى براحتك عايز تكمل مع فرقتك عايز تفرقتك بتروح فرقة تانية فرقتك سابتك فابقى مجاهز لك فرقة تانية بس ده الوضع الحالي اول الحاجات اللي عرضه وكيل كولر كان نادي الوحدة الاماراتية